اذا حابب تشتري كوينز بارخص الاسعار عندك موقع يو سيفن باي من اضمن وارخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم ولن تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم خمسة بالمية. السلام عليكم ورحمة وبركاته من ارواب سريقينو معكم اليوم بمقطع جديد من السلسل الطريقة العالمية لا تنسوا اللايك بالبداية والاشتراك بالقناة ازا ما كنتم مشتركيني. شكرا جماعة لدعمكم على السلسلة. دعمكم هو اللي عم يحفزني ان نزلكم حلقات اكتر. بدنا نوصل لها الحلقة يا جماعة فوق ال 50 الف لايك. نحن لها ومنوصل بعادة ارقام اهلة من هيك بكتير. فضغطكم عن لايك مهم واشتركوا بالقناة. اليوم في بيكيجات اسطورية. في شغلات جدا رهيبة. في تحديات عملناها. طبعا رح تشوفوها بهذا المقطع. لانه في بيكيج فعليا اسطوري جدا. ما بدي احرق عليكم. المهم شغلات رهيبة من الاخر. فما بدنا نطول اكتر بالمقدمة. تخلونا نبدأ. طبعا في تحدي بنزلينه. لازم انك تسجل اهداء مليون هدا. فيك تسجل خمسمائة جول. بيعطوك بيكيج. ولسه بالدوقت كتير. طبعا انا حاولت تخلص. على عدم. اوه هذا بيكيج كمان. نايس. نايس. عطوني بيكيج. في هذا التحدي اللي هو انك تسجلي جماعة خمسمائة جول. فممكن ان شاء الله الحلقة اللي بعد هي. او اني خلصه او الحلقة اللي بعد. الله يعلم. المهم انك اذا بتسجل خمسمائة جول. بيعطوك بيكيج مئة الف. في هذا التحدي. بيعطيك طعم و تلتاشر الف كوينز. والاهم من هيك الجوائز لجوه. في بيكيج ميجا نادر. بيكيج لعيبة. وهذا بيكيج كمان لعيبة. فممكن انه نستفاد من النوعات. يمكن بده لياليتي او شي رح نشوف. طيب هاي بيكيجين. آآ بيكيج من خمسة وسبعين لثلاثة وثمانين. وفي بيكيج تاني. ممكن يطلعنا بيكيج من خمسة وثمانين. كل ما هو يومي يومي نادر. ضلح قليلات. لا تنسي تنسي تلك العبادة. إلا بالبكيجات لما عافلنا البكيجات الأوية ما بيجيني فيها شيء الله 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 ولكم يا لوكا ولكم الحمد لله ليك 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 البكيج انت شوف البكيج بتعرف يعني شو قيمة الوكاوت بهيك بكيج هيك ممتاز طيب هذا أول تحدي بسم الله رح نفتح البكيج طبعه على طول ممكن يطلعنا شيء نستخدمه بيضمن لك زائد واحدة وثمانين ما انتبهت لا آخر شيء يا سلام وكاوت وكاوت يا كزيمة يا الله يأخذوا أريتا كريسيان ورحنجلت لا هذا يا قد يا إلهي نوائس نوائس تسعة وتمانين ريتا الحمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والعيا يا شباب والعا كزيميرو الهيبة يلالا يا كزيميرو الهيبة ينفورم يلس لام 10 ألاف ممتاز جدا ممتاز وكزيميرو الهيبة وإيكوني والله نايس والله نايس هذا الضعف تحدي فيه هذا التحدي وخلصنا بركي بيضمن لنا لعب كمان هيك عالي. انا ما انتبه لفتحت الباكيج قبل شوي طللي كازيمير ولا انتبهت انه بيضمن لاخر وقت. هذا بيضمن لك ريتنج زائد 80. يا رب يا رب يا كريم يا رب. يلا 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 يلا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخي اسبان الله ياخذ الاسبان. الله ياخذ الاسبان. ما في غيرهم عم يطلعون لي. ما في غيرهم. يا دوري اسباني يا لعبي اسبان. طيب سلفا حلو على فكرة 85 ريت مشان يعني ما. بيبقى لنا هذا التحدي. هذا التحدي جلطة لانه طالب ولاء للنادي فمصيبة. تشكيلتي الاساسية شو جابه لهون. ياهو. يا رب يا رب. قالت شلمة. قطوا لي تشكيلتي الاساسية هون. مشكلة هذا التحدي طالب تشكيلة اربعة خمسة واحد. فجأة دخلت صار اربعة اربعة اثنين طالب. لا هي ثلاثة اربعة ثلاثة. ثلاثة دفاع هي. طبعا بتاخد بيكيش ميجا نادر بالاضافة لهيك في كوينز. فهذا الشي يعني يعتبر ممتاز الصراحة. فخلينا نرسل وانقول بسم الله خلي ايوا روحوا كلكن. ممتاز جدا يا رب يا رب يا رب انه يطلعنا شي بيكيش ميجا نادر هذا ممتاز بالاضافة لهيك في كوينز مدري كم بالضبط. 13 الف كوينز ممتاز يا رجل والله ممتاز. يا سلام يا سلام. مينات مينات. اكفكرتوا لاعب اول شي لك جلطوني يا اخي. لماذا تجيبوا لاعب اذا مطلعين طعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الان معنا بكيش الميجا النادر بالاضافة لهيك في هدول بكيش. هدول احيانا نحظن يعني بشعل لهيك فجأة. ما بتعرف ايم تب. يا سلام يا سلام هذا اللي بدنا نعرف. يا سلام يا. ارجوك انك سريع. ارجوك انك سريع. اه هذا مش عشيطان. هذا هذا غالي هذا غالي لايمير. الان هذا التحدي يا جماعة. او هذا البكيش. بيعطيك لاعب زي 83 مضمون بكيش الميجا النادر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا ربي يا كريم. يا ربي يا كريم. بسم الله. يا رب وكاوت يا رب. يا رب. وكاوت يا السلام. لا. والا وا 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 من شاء الله لأولها هاتف الأشجر بسم الله يا رب النشاشة سترلي مرة ثانية سترلي يجي يجين سترلين خطة هلأ بعد ما اجل ستيرلينج استغفر الله العظيم طيب في خطة بيبالنا انه نخلي الخطة ممكن بهاي الصورة بس اول راح جرب ان ينزل ستيرلينج سوبر سب لو شوف مستوى ستيرلينج اذا بيستاهل اصلا يعني يكون اساسي بيقوة ولا لا يعني ممكن يكون كراسكو افضل منه مابزن ولكن راح نجرب بسم الله يا ساتر يا ساتر برونو عنده كمان يا الهي التشكيل لا فايت من نسخة الفايف انا الله ياخد ام الغضاء اوه اوه خطة مثل هذه وكما عارض اعطا ام ام الغضاء لان اليوم ما اساد لانه اتصل باستخرج ام اصول على قلوب الهي بيضى طويلين شايدينج اوه اوكيزا اناه اي ايت ام الزني اوه اناه ايفه اناه راح اماه اناه شكرا يا بنيادر شكرا صايتنا اصلا كمان بس هيك اوكي الفكرة انه انه ستيرلينج بالمرة ما شفته اصلا ستيرلينج هيك ولك انه عم يلعب بالملعب ما شفته رح خليه على الجناح يا رحيم يا رحيم كادت كادت يلا 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 وفي اليمين وات وات شو صار تكشور تصدين غبيهات تكشور تصدين غبيهات بايدو يا بالفيردي يا تيس الوحش خبطت بايدو لا 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 مخبطت بايدو عفوا اخ طرقت ايدو مش هنكون يعني دقيقين شوي ايوه شايفين ايدو هنا ايوه هذا اللي عم نحكي فيه ايدو اصابيع طالعين من الطرف التاني من الكرة طالعين على فكرة مليتاو ملو اهو الشي مليتاو ملو اهو الشي يا جماعة يعني كنتوا توقع انه والله بيبي اصلب منه اصلب منه بيكسر ايك وبيقطع للكرة مليتاو مدائما هيك وانا عدم شبكو اعطيه عشرة كمان تناغم وفالفيردي كتير تقيل هدول الاتنين صراحة اه لازم ان يبدلون فجهة الاسبانية الظاهر كله رح استغني عنا ممكن نحول الالمانية او شي فرح بيعهم عنا الثلاثيات هدول ممكن انه نضيفهم وباميكانو ديفيز و نوير ماشي وعندك الثلاثية التانية اللي هي ثيو هرناندز وتوموري والحارس تبع ميلا فيه كتير اوي ودايفيز كتير اوي بس بما انه ديفيز عندي اعارة فرح خليه واجيب ثلاثية بايرن وطبعا اذا اجبني ديفيز يعني منشتري اعاد بعدين ولكن رح نعطيه تجربة مع الثلاثي هدول ممكن نجيب حارس فرنسي مثلا الدوري الالماني وحتى بيم بيلعب على ثماني بصراحة كتير اسطوري ولا بتفريمون هاي التشكيلة الان والله التشكيلة صارت نار انا حاسس هيك كل حلقة فعليا ان احنا منتطور زيادة يعني فرح نعطي اوباميكانو شادو ليش اوباميكانو مؤنكر؟ لان الاولىال Stelle عنده 88 ماانو محتاج يا بصراحة اكتر من هيك يا الله يا رب يا طعم الشغلة بداية لعب يا رب مَشوف عد اللعب هوني انا على الفورس اصحب اللعب أكتر ي جماعة على الشفائد فيلك الندم هو اشعرات اللعبة بالتشكيلة يضحون هاي قول شو هات لا أعلم أنه يمكن أن يحصل إلى مصيبة حارس هادا رحي عمل لي مصيبة بسيك فريد لتأخذ المصيبة يعيني خصص شكراً شكراً هذا بنيادر اه يعيني روح إلى المصيبة برناتو سانجيز نوح wait 2 وقت العودة يجب أن يهجم من جهة ديفيس و جهة أوبامي كانوا يهجم من جهة البرتغاليين وأكبر أنهم على أساس أنهم تعبون أو أوبامي يانج ستريني ورناتو سانشيز معه الآن؟ ويستطيع أن يكون رناتو سانشيز؟ ويوانا سانشيز جيدنا جيدنا يا تيس ايه هاد هاد اني واحد يخرج بيتك على هالباص يا رناتو يا الله يا رناتو ملا والله والله صرنا أغنياء يا جماعة حتى معي كوينز لك أنا يعني اتشكلتي تقريبا كاملة بس طبعا أنا ما اشتري دايفيس فإذا بدى اشتري دايفيس فراح فلس يعني ولكن بشكل عام. نوير خايف انه يرخص فوالله ما بعرف. عم فكر ارجع بيها وبس بديها برجع باشتري. مستحيل انه يغلى فوق الخمسين. بس انه يرخص انا شايفة مسألة كتير واردة يعني انها تصير. الباقي بقى عادي. انا مبسوط جدا 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 بالتشكيل. بقيت نوير لانه احتمال كبير نوير خاص فراح شوف. ونسيت اعطي ستيرلينج اي بطاقة كيمستر ستايل. فشو رأيكم احسن بطاقهم يعطيها مشان نبقى نستخدمها يعني بالحلقة القادمة والله تشكيل النار. مبسوط مبسوط جدا وبنيدر يا اقي بنيدر رهيب. فشوفنا انكم متابعة المقطع هيكن ندر قولنا وصل الناهاية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ازا ما كنتم تشتركين. اكتبوا لي رأيكم يا جماعة بالتشكيلة. وزا عندكم اقتراحات ممكن انه نطبق اي اي لالان مضبطيني. واضح انه اسم الحساب عامل مفعوله يعني مع اي اي فان شاء الله انه الحظ يستمر بهاي الصورة وزيادة. شكرا لكم على المتابعة وبس هذا اللي كان دي اليوم تعبوني على الانستغرام وتويتر الرابط وبس لديك عندي اليوم في يمان الله.